وعد كام يوم وزين كانواف قدام قبر ريناد وبيتكلم معايا طب لما كن في مشكلة مين هيكون معايا ساعتها يا ريناد لما كن مش عارف اختار هروح اشتيكل مين مين هيحليلي مشاكل للدرجة دي للدرجة دي انا كنت وحش ومستهلش اي خير للدرجة دي جرحتك واستهونت بمشاعرك انا اسف والله العظيم اسف وربنا ما كان قصدي وبعدها مسحت عجوني من الدموع وكملت كلام وقلت لها بس انت عارفة حقك رجع المهاردة عمري ما هنساكي والعمري ما عارف اتخطاكي ولا هسمح لنفسي ابدا بده يا ريتني ما ظهرت في حياتي وعدة اسبوع كان قليمه محزن على الكل فيه من نوم اللي قدر يكتم حزنه جواه وفيه اللي ما قدرش يعمل كده اما بقى عن حامد فطبعا اتقابض عليه وتم احلة اوراقه لفضلة المفتي لكن سمارة كانت اصابتها في الكتف قعدت في المستشفى كم يوم بساط واول ما تعافت خرجت من المستشفى وهي ناوية تبدأ حياة جديدة اما بقى عند الدكتور احمد ويمنى فكان وصلها بالعربية بتاعته قدام بيتها شكرا جدا يا دكتور احمد هو معلش لو تعبتك معايا هو لا اي حاجة يومنا هقال في سلام عليك اتمنى يعني ان قرار خروجي من المصحة يكون صح وياريت ما نتقابلش تاني لا اده انا متأكد مليون في المية انه هو صح تمام ابقى اروح بقى افتكر حبيبتك السابقة يا دكتور شكرا جدا لحضرتك قلت له كده وانزلت من العربية وتلقيت على البيت بتاعي هو احمد كان مشي كنت وايفه بظبط هدومي والمفروض ان انزل لكن امي كانت ماخران عشان كانت لسه بتجهز الفطار وبعد كده لقيت الباب عمالي خبط حاضر حاضر الدنيا مش هتطير واول ما فتحت الباب لقيت يومنا وقف قدامه وبتبتسملي ما بقتش بصدق نفس من الفرحة اخدتها في حضن وبعد كده عدت انده لامي بصوت عالي عشان سيجي بسرعة وتشوفها يومنا يا حبيبت قلبي وحشتني قوي قوي يا حبيبتي امي قالت لها كده وبعد كده خدتها في حضنها وفضلت تعيط ايوة بقى قعد انت عياتي وسيبيني من غير فطار عايز انزل بقى بس يالا فطار ايه ان شاء الله ده هيبقى غادة انت اكيد لقياني اكيد انت مش امي وانا مش ابنك صح؟ قولي قولي الصراح بقت وقفة وعملت حك على حسن وبعد كده كمل كلامه وقال لي ماما امي ياما امي عمللنا الفطار بس وبعد كده هي كده كده قعدة معاك مش هنمشيها يعني لقيتها بصتلي بكل قرف وبعد كده قامت وبست يومنا وقعت لها لما امي عمل بس فطار للمسعور ده وهجيلكي حبيبة قلبي انا لقيت اصلا حسن انا عايز امشي من المنطقة دي مش طيقة الشارع ولا البيت ولا حتى قدتي بس كده يا ستي حضر يا نور عيني هزبط الامور وهشوف لك مكان تاني هل فطار خلص ولا لسه يا امه حسن وبعد ما خلصت الجري في النادي هي دي الرياضة اللي بخرج بها كل الشعور والطاقة السلبية من جوايا قعدت وشربت العصير وبعد كده طلعت الموبايل بتاعي وبعد بمسح كل الصور بتاعتي لعن انستجرام وبشيل كل صحاب المزيفين وغصبا عني دموعها خانتني ونزلت النهاردة عدميلادي عدميلادي اللي 24 حاسة ان انا عشت 24 سنة في اللاشئ ما عملتش اي حاجة انا ما انجحتش حتى في ان انا كون صدقات ومرة واحدة برفع راسي لقيت الواف قدامي صباح الخير اول ما شفته دم تحرق وتنرفزت جدا وكنت لسه هقوم لقيته بيقوللي لو سمحت يا زينة اسمعيني انا مش جاي عشان حاجة والله انا جاي بس لمجرد ان انا اعتذرك بس انا بقى مش عايزك تعتذرلي انا مش عايزك هنا اصلا طيب اسمعيني بس الاول انا فعلا حبيتك بجد مش تمثلية انا محسيتش غير لما بعدت عني علشان ما تنزلش من نظري اكتر من كده سيبني وامشي احسن لك يا نديم انا مش عايزة حتى اشوفك ولو اني اتقبل اسفك ده هيخليك تبعد عني فانا مسمحاك يا ريت بقى ما شفش وشك ده تاني وكفية تمثيل لحد هنا قالتلي كده وثابتني ومشت وخرجت برا النادي كله وانا بيتواف من دايق ومخنوق جدا مش هقدر اقرب منها مرة تاني غير لما لازم اصلح نفسي الاول كنت يا عدو لقيت الباب يخبط قمت عشان افتح الباب لقيته زين تعال يا زين تعال ادخل كنت وايف ومسك ظرفي في ايدي اعامل ايه صاحبي اهو الحال ماشي هيقول لي انت بس يا اغبارك ومش بتنزل الشركة يعني بقى لك يومين معرفش عنك حاجة مديت له ايدي بالظرف وقلت له هي امسك يا كريم هده حق المرمطة اللي انت شفتها معي الفترة اللي فاتت مش عيب عليك برضو يا راجل هو انا يعني وقفتي جنبك عشان اخد فلوس منك زين انت صاحبي واكتر من اخويا كمان وانا ما باخدش تمن وقفتي جنبك لان ده من فروط صداقتنا اللي من نفسك بقى وتعدل عشان الواحد مش ناقص عارف انك جدع وعارف كل ده بس عشان خاطر اخد الفلوس دي يا سيدي اعتبارها دي من اخوك هو بلاش تكسف ايدي لأ طبعا يا زين وعشان خاطر انا مش اخدهم الطيب اقول لك على حاجة عشان نبقى على ارض محيدة اعتباره مباركة مني ليك بعد كد بكتبك على دعاء فقدت الامل فيه وبعد كده كريم اتهرب من الحوار وقال لي هلا انت ما كلمتش حسن لا يا عم كلمته من شوية وقلت له ينزل الشركة عشان انا مش هنزل النهاردة هلا هي دعاء موجودة ايوه طبعا حاضر هنديها لك وفضلت عدم استني دعاء لحد ما دخت علي ها اول ما دخت قبلتها بكل ابتسامة ولقيتها هي بتكلمني بكل اسوأ هو انت قافل مبايلك ليه يا زين ها اسبوع بحله ما تكلمنيش وانا اصلا مش عارفة اوصلك انا اسف والله يا دعاء بس كان في حاجات كتير قوي زحمة تفكيري وخصوصا يعني ان انا كنت معولد رينادا الله يرحمها في كل اجراءات العزق الله يرحمها يا زين معلش والله انا بس قلقت عليك مسكت ايديها قلت لها لا يا ستي انت لك كل الحق انا اللي قصرت معاك بس والله العظيم غصبا عني ولو حابة تخرج في اي وقت يلا بينا لا يا زين والله مش زعلانة خالص ومقدرة كل الظروف اللي انت كنت فيها المهم انا كنت حابة اقولك حاجة ما ارضيتش ان انا وافق او ارفض غير لما اقولك الاول تمام قولي انا كنت ناوي قدن في مدرسة قريبة من هنا طب وما لو حبيبتي زي ما تحبي ازي الحاجة الخطيرة يعني اللي مستنية رأي فيها ايوة وعارفة انك اتوافق طبعا ما اقدرش ارفضلك طلب المهم بقى تحب شاقتنا تبقى فين مش عارفة بس بلاش الشاقة تكون جاهزة اي زين انا عايز اختار كل تفصيلة فيها جزء جزء انا وانت بس اللي نختاره بس كده من عناي الجزء ومناخير اللوز بس اعمل حسابك بكرا ننزل سوا وانعود خروج الجمكات بالكتاب وكمان يعني عشان محضرلك مفاجأة لطيفة جدا عد وقت وزين كان اخد عادته ومشي وانا كنت قاعد وباسك الموبايل بتاعي وبعد كده ببص قدامي لقيت الظرف موجود على الترابيزة ادقيتي جدا من طريقته وقمت ومسكت الظرف لقيت مكتوب عليه شكرا يا كيك واما بقى في الشركة فكانت شاهدة قاعدة على مكتب زين وبتكلم البنت الوافقة قدامها اسمعي بقى يا مزمزيل من الاخر كده انا هم شيء عندي هو النظافة اه لو المكتب مش نضيف هقطع عشك عادي يا اختي ما هو مش مال سايب هو ولا مسرو يا فندم يا فندم انا سكرتيريت مستر زين يعني ماليش اي علاقة بالنظافة ماليش في انا لو جت ولقيت المكتب بس في عفرة هفرهادك ايه هو احنا ندفعلك فلوس عشان تفضل قاعدة على المكتب ايه وانا بكلم البنت لقيت حسن دخل المكتب من غير حتى ما يستأذن انت يا بيجيم انت اوه في حد يدخل كده برضو تكيت اهلك مثلا اهه اه طب روح انت يرحب على مكتبك دلوقتي رحب خرجت وانا قربت من جهد اللي كانت قاعدة على الكرسي بكل ثقة وحتى رجل على رجل ما هو مش عشان بطل هفضل سكتلك كتير ده انا لسه مقلبة مطوى ارنغ زال من عيل توتو انما ايه لانج نفسها شفلت بها وش اي حد ضحكت عليها وقلت لها شمروخ هو احنا لو ارتبطنا ان شاء الله او لقدر الله ايهما اقرب يعني من اللي هيسوق فينا العلاقة اللي قيتها ضحكت بكل ثقة وقالتلي اللي ده سؤال برضو يا ابو علي انا طبعا عندك مانع ولا يكونش عندك مانع ها لا طبعا انا اصلا طول عمري مش بعرف اسوق اللي انما يعني ايه الشيخة دي كلها يا ابو علي ربنا يكرم اصلك يا غالية ايه كلتي لا طب ازاي طيب ازاي وانت واكلة بعقلي حلاوة هي يا ابو علي بقى ما تجر الشكل طيب طيب خلاص خلاص تعالي ناكل هو انت معندكش دم اكل ايه بس واسب الشركة المين لا حوش حوش يا اختي حوش الشغل اللي بيجري وراك ما لكش فيه ثم انا مش بخرج مع واحد ابدا انا متربية يا ابو علي على فكرة لا يا شيخة يعني هي دي بقى اللي بقتي متربية فيها واول ما قلت لها كده لقيتها فتحت علي المطو وقلتلي انت قصدك اي يعني ابتسمت بسرعة وقلت لها قصد ان رمضان بعد اسبوع والبيت عندي بقى نايس امر الدين ضحكت عليه وقلت له انت ليك يا عقاوي وبعدين رمضان كريم مقدما يا رايق رايق طب والله العظيم اخوك زي ما بيقول الكلمة دي سواء التكتك وربنا ده انتهت نفس الزعام عادل شكل في الالفاظ ما خلاص بقى قوموا روح على شغلك روحت خمس تلا وتلا ماشي بس مسركة تحني يا جن وبالليل كنت برواحة البيت وانا حاسة ان حياتي كل شوية افتدهور اكتر من الاول واول ما دخلت لقيت المكان كله ضلمة اوي بقت مش شايفة حتى ودام عشان افتح النور ومرة واحدة لقيت النور فتح والكل بقى وافع عمال يصرخ باسمي وشغاله اغاني عياد الميلاد بقيت وافع ونعمل بصي لزين وشاهده وصمارة وفرحانة جدا ومش مصدق لي بيحصل لقيت زين قرب مني وقال لي بقى فاكراني ان انا هنسعد ميلادك يا عبيطة بصي هو اللي انا عرفه ان عياد الميلاد دي بيدعى بس بقى لو دلها يفرحك اشتا جدا وبعد كده لقيت سمارة راعت زغروطة ولقيتها بتقول لي الف مبروك يا بتي يا زينة ايه دا اولا ما تقوليش ليا يا بيت ثانيا بقى مفروض تقولي ليا هابي برس دي مش الف مبروك حكم طب يلا يلا يمتدلع افتح الهدايا الله اده بجد الهدايا دي علشاني واول ما فتحت اول صندوق لقيت في بدلة رأس ما فيش فايدة فيك يا سمارة البدلة دي بقى صحة بتروح كده اول ما شفتها فقلت لا لا ممكن لازم اجيب هالك اه ياني رب اللهم لا اسألك رد القضاء ولكني اسألك اللطفي فيه هتشليني يا سمارة طب يلا بقى افتح اللي بعده واول ما فتحت اللي بعده اتصدلت من اللي فيه مستحيل شهد ايه دا ايه عسالية مات وارنغ زال هو في حد يعرف يجيب زيها دي زينبا واقف عمالي اضحك رحت بصتله وقلت له ما تقلقش يا باشا عامل حسابك في واحدة يومعد ميلادك مين انا لا 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 انا متولدتش اصلا ماليش عيد ميلاد هي بنتي دا اساسا عيد ميلاد حرام وبعد كده قربت من الهداية الاخيرة واخيرا فتحتها الله هي ايه وعا تقولي انها النوع واللون اللي انا نفسي فيه ايوة يا ستي هي الزينبا اتوقف عمالة اتنطت من كتر الفرحة وخدت زينب الحضن عشان جاب لها العربية اللي هيك بتتمناها انا بحبكم بحبكم قوي وشكرا لكم بجد انا خلاص ما بقاش عندي اغلى منكم ربنا يدامكم لي والحد دينا بتكون خلصت حلقتنا استنوني في حلقة جديدة باحداث جديدة وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علي كل عشان يوصل لكم اشعار بكل قصة جديدة